أطراف في المعارضة الموريتانية تقترح رجل الأعمال الموريتانية المقيمة بالمنفى محمد البعامات مرشحا لرئاسية 2019 وأخرى ترجع الموافقة عليه ربما لتناقشه في الموضوع قبل اتخاذ قرارها النهائي هذا ما أكده رئيس اللجنة المكلفة باختريار مرشح المعارضة رئيس حزب حاتم صالح الحنن وأكده الحنن في حلقة من برنامج المشهد على قناة المرابطون أن المعارضة لذلك السبب رسلت سفراء جانب من أجل وقف مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من القضاء الموريتاني خاصة بعد إسقاطها من الشرطة الدولية الإنتر بول طالبنا الشركاء الدوليين بتدخل لدى السلطة الموريتانية بناء على أن الموقف متابعة الرجل هو موقف سياسي وليس موقف قضائي التدخل لدى هذه الاجئات لرفع مطالبتها برجل خاصة أن الإنتر بول الدولي قبل أكثر من شهرين فيما أغن رفض المبررات التي قدمتها السلطة الموريتانية واعتبر أن مذكرة التوقيف التي طلبتها موريتانيا غير مبررة ولا ما حل لها وتم إلغاؤها الحكومة الموريتانية اعتبرت مذكرة التوقيف بحق البعامات شأن داخليا يخص موريتانيا وأكدت في تعليقها على مراسلة المعارضة للسفراء إلى جانب بأنها تبقى أقرب إلى مواطنيها مهما كانوا من الدول الصديقة مهما كانت العلاقات معها وأكد الناطق الرسمي باسمها بالوكالة أن العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة تبقى في حدود احترام استقلال الدول وعدم التدخل في سانها الداخلية ويا الله يعدوا فاهمين وتفهموا كاملين لأن دولة مستقلة مستقلين في رأينا كل اللي عدلنا بالعلاقات الحسنة مع أخوتنا إلى جانب ألا في إطار ذاك اللي يليق بين نحن وهما من الشي صالح يقير ذاك من الداخل معهم كامل احنا ما يلحقنا على أن نشدوا لهم خبر أمورهم الداخلية وهم اللي ما يلحقهم على أنهم يعدوا نشدون نحن أمورنا داخلية ويشهد مضمار الترشح للرئاسيات المقبلة سباقا محموما خلال الأيام الأخيرة بين تأكيد ونفي ترشح عدد من رجال الأعمال والجيش والحكومات السابقة قد لا يتوقف قبل إغلاق مجال الترشح للانتخابات بعد نحو شهرين من الآن